تكبيرات تعلو من المآذن والمصليات ضمن الطقوس الدينية للاحتفاء بعيد الأضحاء المبارك في محافظة شبوه وذلك وسط أجوى تخيم عليها مشاعر الفرح والسرور وتسودها الألفة والمحبة والأخى بين الجميع في عشية العيد تفوح روايح البخور والعطور الزكية وسط الأحياء والإزقة المنبعثة من جنبات البيوت التي تشهد أعمال ترتيب وتزيين ترحيباً بهذه المناسبة قبل شروق شمس يوم العيد هكذا يقبلون الرجال والشبان والأطفال أفواجاً على المصليات والساحات المفتوحة لأدى شعير صلاة العيد والاستماع إلى خطبتيه وثم يقف المصلون في صفوف التبادل التهاني أما بعد العودة إلى منازلهم يتبادلون المعاودة مع أفراد عائلاتهم وثم نحر الأضحية قبل التفرغ للخروج في زيارات ميدانية صباح يوم العيد تصدح التكبيرات بهذا اليوم المبارك وتفوح روايح البخور والعود من أبواب ونوافذ وحارات وزقة الأماكن كاملة حيث تنتشر للعضورات في الأسواق وتحسب رائحة العيد في كل مكان وتشهد أيام العيدة الأربعة زيارات ولقاءات بين العائلات لتبادل الأحاديث الودية في مشاهد تعزز روابط الأخا والتماسك الاجتماعي أما أبرز صناف الأطباق الغذائية للعيدة في شبوه هي المأكولات الشعبية بطعم العسل من خلال تقديم موائد مصنوعة من الدقيق الأحمر تسمى المعصوب مع الدهن البلدي والعسل الجرداني بل إضافة إلى اللحوم المهتمون بالتراث يرون أن ثمت عادات وتقاليد عيدية أن دثرت في هذه المحافظة مع حدوث متغيرات عصرية طرأت على الحياة العامة ومن العادات والتقاليد في أيام العيد نخرج إلى الأمكنة جنب المساجد أو جنب بيوت البرحات ونعمل هوازيك وشروحات وتمايز في الرناية وتمايز في العادات والتقاليد وأتمنى 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 من أبنى شبوه من أبنى شبوه والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم في التراث الشعبي والعادات والتقاليد من وسط العاصفة يصر اليمنيون على ممارسة عاداتهم وتقاليدهم في الأعياد رغم المآسي والجروح المثخنة والواقع المرير الذي يحيط بهم من كل جانب بفعل الحرب التي أشعلت ميليشيات الحوثي الإجرامية على البلاد أرضا وإنسانا زبين عطية اليمن اليوم محافظة شبوه اشتركوا في القناة